تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد نابل قادل الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين وعرب سمو رئيس الحرس الوطني في البرقية باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني عن أسمى آيات التهاني والتبركات بهذه الذكرى الوطنية لتأسيس قوة دفاع البحرين الباسلة مشيرا إلى الدعم اللامحدود الذي يليه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء لقوة دفاع البحرين والذي ساهم بشكل كبير في تطور هذا الصرح العسكري الشامخ حتى بات يتمتع بمستويات متقدمة من الجاهزية القتالية والكفاءة العسكرية لتبقى هذه القوة الحصينة بإذن الله حامية لوطننا الغالي ومكتسباته الحضارية والتنموية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعا وقد بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية إلى الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني ضمنها سموه أصدق التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية معربا عن خالص الشكر والتقدير لسمو رئيس الحرس الوطني وكافة منتسبية الحرس الوطني على جهدهم المشرفة لرفع جاهزية وتطوير قدرات وإمكانيات الحرس الوطني والذي مكنه من أداء رسالته الوطنية بكل أمانة وإخلاص واقتدار داعي أن سموه الله أن يعيد على البحرين هذه المناسبة العزيزة وهي تنعم بمزيدا من التطور والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر